أكد دكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات اللازمة وأذلك فيما يتعلق بضمان توافر الكميات الكافية من الحيوانات الحية واللحوم الحمراء والبيضاء استعدادا لشهر رمضان المبارك مشيرا إلى أن مجموعة الأغنام والأبقار الحية التي تم استيرادها وصل إلى أكثر من 35 ألف رأس ومن المتوقع وصول 7000 رأس من الأغنام خلال اليومين المقبلين